جماعة اليوم عندنا فيديو ضخم رح نشوف حركة كبيرة اليوم اعتمادا على بيانات CPI مش فقط هذا الشي ولكن كمان الآن قاعدين نشوف بعض البيانات اللي توضح لنا انه ممكن نحصل على حركة كبيرة اعتمادا على هذا اللي تشارد هذا كان دقيق جدا في السابق فرح أعطيكم كل المعلومات اللي لازم تعرفها بخصوص هذا الشي وكمان في عندنا هنا بعض التوقعات والأراء بخصوص حوت الاثريوم الهائل اللي تكلمنا عنه في السابق ممكن يخسر فخلونا نتكلم عن هذا الشي خلونا نتكلم عن كل الأشياء اللي لازم تعرفها اليوم والأيام القادمة مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات على الوطن رقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انت جد على هذا القناة سوى سبسكرايب وفعل الجرس الآن طيب خلونا نبدأ هنا ايش نقدر نشوفه الآن في البيتكوين على فريم الأربع ساعات نقدر نشوف أنه إلى الآن لسه قاعد نحصل على هذا الدعم من عند الخط البرتقالي هنا في الأسفل عند 18.900 دولار فيعني بشكل عام ما في شيء كثير يتغير نقدر نشوف هنا أنه إذا بعدنا نقدر نشوف أنه إحنا لسه ماشيين في هذه الحركة الجانبية وإلى الآن قضينا فترة طويلة في هذه الحركة الجانبية فيعني استراتيجية الاستفادة من هذه الحركات من هذه التقلوات الصغيرة للأعلى والأسفل إلى الآن هذه اللي ستعتبر استراتيجية مربحة وراح أستمر بعمل هذا الشيء طيب ولكن دعونا نتكلم عن إيش اللي ممكن نتوقعه اليوم لاحقا زي ما إحنا عارفين أنه راح يتم الإعلان عن معدل CPI وإحنا عارفين أنه الكول انفليشن متوقع أنه راح يرتفع بنسبة صغيرة إلى نسبة 6.5% وهذا بصراحة شيء مثير لأنه هنا في أحد المحللين يقول أنه ممكن راح نشوف أعلى نسبة تضخم من 40 سنة والأسباب اللي حطوها في عاني الاعتبار لهذا الشيء مكتوب هنا أنه صحيح على الرغم من أنه سعر الجازولين والسيارات المستخدمة قل في الأشهر الماضية إلا أنه الإيجارات وتكلفة الأكل ارتفعت ومكتوب هنا أنه هذا معناته الأوضاع المالية للأسر راح تظل في تأرجح بسبب ارتفاع الأسعار بعد قرابة عامين من ارتفاع تضخم لأول مرة فزي ما قلنا المتوقع أنه راح يكون 6.5 سنة بعد سنة وهذا مش اللي عايز يشوفه الفيدرال الأمريكي وأكيد زي ما قلنا أنه إذا شفنا هذا النسبة قاعد ترتفع في الكورنفليشن فهذا معناته أن السوق ما راح تكون ردة فعله جيدة ولكن زي ما قلت مرة أخرى جماعة أنه على مؤشر التروفليشن اللي يوضح سعر التضخم أو نسبة التضخم يوم وريوم هذا يوضح لنا أنه من المفترض أنه التضخم يكون الآن في حالة تناقص فمن اللي راح يكون على حق هل التضخم راح يقل أو هل راح يرتفع هذه هنا بيانات تطلع أو تنحسب يوم وريوم وطبعا هذه البيانات من محللين فيعني كلاهما صحيح فرح نشوف إيش اللي راح يطلع من هذا الشي ولكن بغض النظر أكيد راح نحصل على حركة كبيرة ومهمة هنا ممكن نحصل على ارتفاع صغر هنا إلى هذا الخط البني قبل الحصول على استمرارية في الهبوط هنا لأنه فقط يجماع بمجرد النظر هنا على اليتشارت السعر على ما يبدو أنه عايز يهبط أكثر وكمان بالنظر هنا على هذا اليتشارت تقدروا تشوفوا هنا أنه في عندنا خط المقاومة في الأعلى فيعني حتى ولو حصلنا على صعود صغير هذه هنا المقاومة ما ينمزح معها وبنفس الوقت عندنا خط الدعم هنا في الأسفل لعند 18.300 دولار طيب فهل الآن في شيء آخر يوضح ويقولنا أنه ممكن نحصل على ارتفاع صغير وبعدها استمرارية في الهبوط في الحقيقة نعم فيه خلوني أوريكم يا جماعة مؤشر البولينجر بانت مؤشر البولينجر بانت حاليا الآن ينعصر أو يتضيق فهذا معناته أنه ممكن نحصل على حركة كبيرة قريب تجولت هنا أن هذا المؤشر يتضيق ويصغر الحجم فلن أوريكم هذا المؤشر في المرات السابقة كما كنا نحصل على تضيق هنا في هذه البولينجر بانت وичez ما كان يحصل نعم إذا أوريكم هذا المؤشر هنا لدينا هذا الـ index أو هذا المؤشر هنا في الأسفل وكل مرة نكون نكون حodu تحت هذا الخط أو عدأ هذا الخط الأزرق imagine في الأسفل معناته أنه نحن في منطقة ضيقة في البولينجر بانت وبعد كذا لنكون في منطقة عالية مثل هذه المنطقة نكون في منطقة واسعة في البولينجر بانز خلونا نشوف فقط هنا على هذه الفترة بين شهر 6 وشهر 7 نشوف هنا أنه هذا كان يعني واسع أو كنا في منطقة عالية وإذا رجعنا هنا لهذا التشارت على الفريم اليومي نقدر نشوف أنه في هذه الفترة من شهر 6 إلى شهر 7 كنا في هذه المنطقة الواسعة في مؤشر البولينجر بانز في العادة لما نكون إحنا في منطقة ضيقة هنا في البولينجر بانز في العادة نحصل على حركة كبيرة طيب وفي العادة فنذهب إلى إعادة هذه الحركة في العادة نحصل على ارتفاع الصغير وبعدها هبوط الأسفل وستکست将来ima sib شراء منطقة ضيقة وبعدها حصلنا على الركز small في البيتكوين وبعدها حصلنا على الهبوط الكبير وينية آخر حصلنا على ارتفاع الصغير وفي هذهOOO وهبوط أكبر وينية آخر تنفيب في الركزzeug في الركز chanel وchodد ب machine فلن حصلنا حتى على الركز وينية آخر اش MAN time حصلنا على ارتفاع صغير وبعدها هبوط للأسفل في العادة إذا شفنا على سنة 2020 و2021 في العادة نحصل على ارتفاع صغير يعني كسر وهم للأعلى وبعدين هبوط للأسفل أو هبوط مباشر للأسفل فقط يا جماعة حبتني أن أبهكم بهذا الشيء أكيد على المدى المتوسط والمدى الطويل أنا أكبر بول في البيتكوين ولسا أعتقد أن هذه المستويات هنا تعتبر مستويات شراء جيدة في البيتكوين على المدى الطويل ولكن على المدى القصير إذا أنت تداول على المدى القصير فلازم تكون منتبه وحذر لهذه الأشياء هنا هذا هو يا جماعة اللي حصل في السابق لما كنا نحصل على ضيق في البولينجر بانس كنا نحصل على كسر وهم للأعلى وبعدين هبوط للأسفل وكمان التشارت نفسه يعني واضح أنه عايز يهبوط أكثر ولكن أكيد في النهاية اعتمادا على اللي راح يطلع من هذا الحدث ممكن يعني يحصل شيء مفاجئ ممكن يعني التضخم يطلع بهابط بنسبة كبيرة وبهذه الهالة راح نحصل على ارتفاع والأشياء راح تختلف بشكل كبير جدا ولكن حاليا لازم نحن نفترض أنه ما راح نحصل على شيء خارق ولازم نحط في بالنا توقع منطقي بأنه الفيدرال الأمريكي راح يستمر برفع معدل فائدة واتخاذ إجراءات تحازمة وبالتالي السوق راح يستمر بالترند الهابط لفترة ولكن زي ما قلتوا يا جماعة في السابق في كلتا الحالتين هذه تعتبر فرصة شراء رائعة جدا للمدى الطويل طيب الآن خلونا نتكلم عن الحوت الهائل ولكن قبل ما نعمل هذا الشيء أعيز أوريكم هنا قائمة المتصدرين في المسابقة من ناحية الـ Profit & Loss في عندنا أول خمسة أو أفضل خمسة متداولين هنا ومن ناحية Trading Value اللي هو حجم تداول هذول هم أفضل المتداولين من ناحية Trading Value فزي ما قلنا يا جماعة أفضل خمسة متداولين من حجم تداول والـ Profit & Loss أكيد راح ينضموا إلى جروب حصري مجموعة حصرية لأفضل المتداولين في العالم Group VIP وكمان راح يكون عندهم تواصل مباشر معاي فإذا عايز تنضم وتشارك في هذه المسابقة فلسه في عندك وقت تقدر تنزل إلى صندوق الوصف في هذا الفيديو وتنضم هنا إلى منصة الـ OKX وتقدر تحصل على بونص ما يصل إلى 10 ألف دولار وبعد كده تقدر تضغط على هذا الرابط هنا الموجود تحت وتضيف 50 دولار إلى حساب التداول تبعك وبهذه الطريقة تكون أنت منضم إلى هذه المسابقة وتقدر تبدأ تداول طيب الآن دعونا نبدأ نتكلم عن هذا الحوت هنا فرانك كاتب أنه نسمع أشياء مرة أخرى وهذا الشيء مهم لأنه هو قال نفس الشيء هذا الشيء هنا قاله لما انهارت المرة السابقة وأعتقد كمان قال هذا الشيء لما كان فيه مشكلة في السلسيوس واللونة فبكل تأكيد فيه ناس كثير من تبهين للي يقوله فرانك تشابورو وأدم كاتب هنا مين هو هذه المرة مين اللي فلس مين اللي خسر بعض الاقتراحات أو بعض التخمينات تقول هنا أنه حوت الإثيريوم اللي داخل شراء زي ما احنا عارفين أنه فيه عندنا حوت الإثيريوم الهائل هذا هنا اللي يدافع على هذا المستوى إلى 1217 دولار عندنا كل الأدلة بخصوص هذا الشيء وإذا ما تعرف هذا الشيء فتأكد أنك تروح وتشوف فيديوهاتي السابقة تقريبا تكلمت عنه قبل يومين وتكلمت عن كل التفاصيل ولكن المعتقد الآن أنه من الممكن أنه يكون هذا هو الحوت اللي خسر أو على وشك الخسارة ويواجه مشاكل الآن أو كاتب هنا أنه ممكن يكون شيء آخر مثل جامب أو وينتر ميوت بسبب الخسائر اللي حصلوا عليهم أخرا كلا هذولا طبعا هما من الصناع السوق أو يمكن يكون المنصات اللي لسه في عندهم خسائر بسبب اللونا وكاتب كمان هنا في الأسفل أنه في بعض الشائعات أنه ممكن يكون كريبتوبانك فهذا رح يكون شيء مفاجئ فراح نحصل على معلومات أكثر بخصوص هذا الشيء على مبدو الآن أنه فيه أشياء مهمة وكبيرة جدا تحصل خلف الكواليس فراح نشوف إيش اللي رح يطلع بخصوص هذا الشيء فإيش اللي تعتقدوا يا جماعة هل تعتقدوا أنه حوت الإيثيريوم هذا خلاص طلع من السوق أو هل تعتقدوا أنه لسه موجود في اللعبة جماعة هذا كان كل شيء عند لكم اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم